بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومولده عليه الصلاة والسلام ذكر كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول يوم الاثنين في ليلة الثاني عشر من ربيع وكان ليلة الثاني عشر وضيفها خلاف بين العلماء لكن في اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين كذا ثابت في الحديث الصحيح وأنه ولد في رضيع الأول وقال خليفة بن خياط والمجمع عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل ومن حديث قيص بن مخرم رضي الله عنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن ولدان ولدنا مولداً واحداً يعني في سنة واحد ومن حديث أبي قتادة الأنصري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وفي حديث جابر وابن عباس أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاد أبي لهب مولاد بني هاشم أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة أو ثويبة ثويبة دي كانت أمة لأبي لهب فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سلمة وعن ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة ابن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله ابن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيدة بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر يعني أم أيمن دي كانت حضنة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يثبت أنها أرضعته وكانت بتدل على النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله كان يعرف لها منزلتها وكان يعني يعاملها معاملات الأم حتى أنها لها موقف طريف أن الأنصار لما المهاجرون هاجروا إلى المدينة وهاجرت أم أيمن معهم فالأنصار كل منهم تبرع ببعض نخلات للمهاجرين لأكلوا منه ثمر النخل ده فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفتح عليهم الأموال ورزقوا بالنخيل فالمهاجرون أحبوا أن يردوا ليه النخل إلى الأنصار فالنبي السلام قال لهم ردوا ليه ردوا هذا النخل أم أيمن رفضت قالت لا أرد شيئا وقال النبي السلام كان يتبسم لها يعني لما يعرف من حقها عليه الصلاة والسلام لأن كان لها منزلة عنده ولأنها حضنته وكان أبو بكر يكرم أم أيمن بالزيارة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ذكر هنا قصة حليمة السعدية وهي أشهر مرضعة للنبي عليه الصلاة والسلام والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عندها زمن طويل تقول حليمة أنها خرجت في نسوة من بني سعد يلتمسون الرضعاء بمك وذي كانت عادة معروفة عند العرب لما يتولد لك ولد فتبحث له عن ظئر ظئر يعني امرأة ترضعه سيخرجون به إلى البادية فترضعه وترعاه لأن كان النساء اللي هم يعني من علية القوم لم يكونوا يرضعون أبناءهم فكانت عادة عند العرب بتقول حليمة خرجت في الشارف ده اللي هو الجمل الكبير النقل كبيرة في السن فبتقول النقل اللي معانا كبيرة في السن وبتنزلش نقطة لبن ده علام على الهزال والضعف والجب اللي كانوا فيه يقول في سنة شهباء يعني سنة جباء كمان يعني السنة كانت سنة قحت قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد ومعي ابن لي والله ما يناموا ليلنا وما أجد في يدي شيئا أعلله به إلا أن نرجو الغيف بتقولوا ابنها الصغير اللي معاها ما بينامش يقول الليل من كتر الليل بكاء يعني والجوع ومع هاش حاجة تأكلوا أو تشبعوا بها وكان لها غنم فكنا نرجوها فلما قدمنا مكة ما بقي منا أحد إلا عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكريته فقلنا إنه يتيم وإنما يكرم الذئر ويحسن إليها الوالد يعني أغلب النساء اللي كانوا معاها مرضوش يأخذوا بصاصة رب لما عرفوا أن ابو ميت قلوا لا يتيم طرح ما ابو مش موجود محدش إيه يعني خلي باله ويدينا فلوس ويرعينا في المسألة دي بتقول فقلنا ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده حي دينايا فكل صواحبي أخذ رضيعا فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذت ما لقيتش له فاخذته والله ما أخذته إلا إني لم أجد غيره فقلت لصاحبي والله لا أخذنا هذا اليتيم من بني المطالب فعسى الله أن ينفعنا به ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا فقال قد أصبتي قالت فأخذته فأتيت به الرحل فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت أقبل ثديايا باللبن حتى أرويته وأرويته أخاه اللبن كثر عن ده شبع الولد ابنها شبع النبي صفر وقام أبوه اللي هو زوجها يعني إلى شارفنا تلك يلمسها الشارف اللي هي لي الناقة اللي قولناها كبيرة في السنة صحيح الآن بقى زوجها يبص على لي الناقة دي فإذا هي حافل حافل يعني مليانة لبن ما كانتش بيجيب نقطة لبن طبعا كل هذا ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فحلبها فأرواني وروى فقال يا حليمة تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة قال الله ده مين عليه مبارك عليه الصلاة والسلام ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى يعني بالله شوف يعني كنش من نتمنى ده مع ذلك الخير جاهية قال فبتنا بخير ليلة شباعا وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا قبل كده كان كل يوم الوادي يقعد عايض وعايز يأكل وعايز يرضع ما فيش ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي فركبت أتاني القمراء اللي الحمارة بتاعتها احنا ونا كنت متعورة صح؟ كنت مجروحة فحملته معي شيلة النبي صلى الله عليه وسلم معاها وركب الحمار ده فوالذي نفسه حليمة بيده لقطعت الرقب الحمارة دي سبعت الناس حتى إن النسوة لا يقلن أمسكي علينا تسبقناش تجري كده ليه؟ أهذه أتانك التي خركت عليها؟ مش هيب الحمارة بتاعتك؟ فقلت نعم فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها؟ مش ديكت مجروحة؟ ما شأنها؟ فقلت والله حملت عليها غلاما مباركا قالت فخرجنا فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا حتى قدمنا والبلاد سنة جبيا ولقد كان رعايتنا يسرحون ثم يريحون فتروح أغنام بني سعد جياعا وتروح غنمي شباعا بطانا حفلا يعني غنم الناس يروح يسرحوا مع الغنم بتاعتهم فالغنم بتاعتها تتجع شبعانا وروية ومليانا لبن والغنم بتاعت الناس جعانا يقول فنحترب ونشرب فيقول الناس ما شأن غنم الحارث وغنم حليمة تروحوا شباعا حفلا وتروحوا غنمكم جياعا ما شمعنى يقولوا للخدام بتاعتهم لهم بيرعوا للغنم يعني وإلكم إسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم يروحوا إسرحوا معهم شوفوا هما بيكلوا منين ودوهم في الحتة دي فيسرحون معهم فما تروحوا إلا جياعا كما كانت وترجع غنمي كما كانت يعني برضو يروحوا يأكلوا معهم ودول يرجعوا إيه؟ جعانين ودول شباعين قالت وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان يعني في صف بكبر صدع يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر وفي الشهر شباب السنة فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع فلما أتينا أمه قلنا أي ذئر والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه وإن لنتخوف عليه وباء مكة وأسقامها فدعيه نرجع به حتى تبرأي من دائك يعني هم الأبوة أم النبي صلى الله عليه وسلم مريضة فقالوا له هاي سيب الغلام ده عن دين احنا خيفين عليه يععد في مكة أحسن يصب المرض ويتعدي فلم نزل بها حتى أذنت فرجعنا به فأقمنا أشهرا أربعة أو ثلاثة فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له إذ أتى أخوه بهم يعني بهائم يعني صغيرة إذ أتى أخوه يشتد أخو جيغري وأنا وأبوه في البدن فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهم ثياب بيض رجل لبسين أبيض فأخذاه وأضجعاه فشق بطنه فخركت أنا وأبوه يشتد طلعنا نجري خيفين عليه شوفوا إيه حصل فوجدناه قائما قد انتقع لونه يعني لونه إيه يتغير إبيض فلما رآنا أجهش إلينا وبكى قالت فالتزمته أنا وأبوه ضممناه إلينا فحضناه يا فقلنا ما لك بأبي أنت فقال أتاني رجلان وأضجعاني فشق بطني وصنع بي شيئا ثم رداه كما هو فقال أبوه والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب الحقي بأهله فرضيه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه خافوا به الحدثة هذه حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها يعني روايات أخرى أنه أتي بماء برد فغسل به قلبه ثم قال أتيت بالسكينة فضراها في قلبي وجاء في حديث آخر أنهم استخرجوا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا حظ الشيطان منك وملأ قلبه سكينة وإيمانا فدي حديثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث أخر أن الصحابة كانوا يرون أثر ذاك المخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام فكانت أنها كانت عمليا جراحية يعني أجرتها له الملائكة له صلى الله عليه وسلم خافوا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم يحصلوا إيه حاجة بتقول فاحتملنا فقدمنا به على أمه فلما رأتنا أنكرت شأننا لشأن هم كانوا حريصين هم يغضوا وقالت ما رجعكما به قبل أن أسألكم أنا قلت لكم تعالوا وقد كنتم حريصين على حبسه فقلنا لا شيء إلا أن قد قضى الله الرضاعة وصرنا ما نرى وقلنا نؤويه كما تحبون أحب إلينا فقالت كلا ده في حاجة إن لكم شأن أخبراني ما هو فلم تدعنا حتى أخبرناها قالت لهم لا نصدقهم يعني إيه اللي حصل فقالت فقالت علي من ولا أيصر من ثم رأيت حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرة أو قصور بصرة ثم وضعته حين وضعته فوالله ما وقع كما يقع الصبيان لقد وقع معتمداً بيديه على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء فدعاه عنكما فقبضه وانطلقنا قلت لهم يعني وتخفوش طمنتهم قلت لهم أن ابني ده ليس كسائر الأبناء عليه الصلاة والسلام فكان النبي عليه الصلاة والسلام مباركاً صلى الله عليه وسلم في صغره كفالت جده له وحبه له يقول من حديث كندير بن سعيد عن أبيه قال حجكت في الجاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول ربي رد راكبي محمداً رده لي واستنع عندي يداً واحد بيدعي ربنا يقول لرب رد محمداً فقلت من هذا قال عبد المطلب ابن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبتها فاحتبس عليه عبد المطلب ضع منه إبل فبعت النبي صلى الله عليه فدور عليها فاتأخر عليه فاحتب يدعي ربنا يقول ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبارك من إما يبعته في حاجة يجيبها ويجي قال فما برحت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل فقال يا بني لقد حزنت عليك كالمرأة حزناً لا يفارقني أبداً انخائف عليها رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم وعصمة الله له من الزلل من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مك هنا فيه فيدتين في البالك حاجة الأولانية تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه كان بيرعى الغنم عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكبر صلى الله عليه وسلم أن يخبر بماضيه وأنه كان رجل من أحد الناس يأكل كما يأكل الناس ويعيش كما يعيش الناس تعرف النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحد شاهده وعارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم الراجل لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ارتجف ارتعد والحتة دي كده بين كتفه وبين رعابته قعدت تتهز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هون عليك ما لك هون عليك إنما أنبن امرأة كانت تأكل القديدة بمك كان بتأكل زي الناس وعايشة زي الناس بتخافش يا سلام على الزمن ده ده فيه واحد لما يشوف الناس بتخاف منه بقى فرحاني ولا سلام ولا سخيفة كويس خوفهم يا ابن زياد أخذت بالك صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مطوضعا يخبر بحياته الدرس التاني رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للغنم والأنبياء العلماء بيقولوا فيها فائدة قال لك الغنم دي فيها صفات بتعلم راعيها السكينة والحلم والصبر والنبي صلى الله عليه وسلم تعالى في أخبر إن السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الخير والقصوة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل عليه الصلاة والسلام يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك على حاجات نفسية خطيرة الإنسان بيتأثر دايماً بمهنته انتعرف فلما تلاقي واحد بيتعامل مع الناس الميعين هذا الشيحنا في رمضان ونش عايزة أقول يعني واحد يعني كوافير يعني بيسرح للنساء نعوذ بالله تلاقيه راجل مايع منعد من رجولة ليه بتأثر بمهنته صح أو دي بصح لما واحد يتعامل مع الناس الخشنين والمجاهدين تلاقيه راجل صلب صح أو دي بصح قال لك البيئة بتؤثر في الإنسان والعمل بتاعه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مشوف الحديثة بيقول إيه السكينة في أهل الغنم انت تلاقي الغنم دي من أكتر البهائم والحيوانات سكينة وهدوء تلاقي الخروف مجن ودلد الودان وكده واحدة واحدة وخدت بلقك يعني أقصى حاجة مأمأ يعني شوية دوشة هادي والفخر والخلالاء في أهل إيه الخير اركب انت فرس كده انت بس تلاقي الفرس ماشي بقى يتبختر واتمختر خطت بالك فتلاقي لعنده خيل كتير بقى وبتاع أنفه في السماء بقى كده وعنده فخر وخلاء وكبر طبنا عافينا والقصوة والجفاء في أهل ليه فددين أهل الإبل اللي عندهم عشرات الإبل ليه قال لك الجمل اللي عنده شدة الجمل قاسي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني يبين ان الإبل فيها شيء من خلق الشياطين عنده جفاء وخصوة الجمال شفت الجمال حتى هو الشكله كده عجيب أفلا ينظرونا إلى الإبل كيف خلقت المهمة يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليه الغنم والأنبياء من قبله قالوا كانوا هذا تدريبا ليتعلم الحلم لكي يسوسوا قومه عايزة عايزة صبر العلمة عندما تجيب لك أنت عميت معزة كده وتقعد بهم في الصحرة تتعلم الصبر كل يوم يدوك درس ومعزة راحة شمال ومعزة راحة يمين وتجيب دي عايزة تشرب ودي أختبالك وتقعد ترتبهم وتخلي بالك منهم كده يعلموك الحلم والصبر والسكينة والتواضع فلعل ذا كان من الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى جعل أنبياءه يرهون للغنم يقول الحديث جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكتني الكباث الكباث يعني كانوا بيطاعوا عود الأراك اللي هو بتاع السواج ده فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود منه فإنه أطيابه اللي هو من نأي الأسود قلنا وكنت طرع الغنم يا رسول الله يعني عارف الأشجار وعارف الحاجات كنت طرع الغنم قال نعم وهل من نبي إلا رعاها وهل من نبي إلا رعاها هنا الحديث دوت بيحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن موقف حدث قبل بعثته يقول ما همبت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به ربنا عصم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اصطفاه اختاروا فعصموا قبل البعثة من فعل القبائح بيقول إلا مرتين من الدهر كليتهما كلتيهما يعصمني الله منهما قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها أبصر إلى غنمي حتى أصمر هذه الليلة بمكة كما يصمر الفتيان يعني أصهر مع الشباب قال نعم فخركت يقول له خلي بالك من الغنم بتحتي أصهر مع الشباب فخركت فجئت أبنى دار من دور مكة سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير فقلت ما هذا فقال فلان تزوج فلان لرجل من قريش تزوج امرأة منهم فلهوت بذلك يقول فغلبتني عيني يعني رسوله مجرد ما سمع السدة قعد فإيه نام يقول فما أيقظني إلا حر الشمس فرجعته فقال ما فعلت فأخبرته ما قاله ما عندي شي حاجة نمت أخذ مالك وفي الليلة التانية نفس الموضوع بيقول صلى الله عليه وسلم والله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته النبي صلى الله عليه وسلم اشترك في حلف الفضول قبل البعثة إيه حلف الفضول يحكي عبد الرحمن بن عوف قال قال صلى الله عليه وسلم شاهدت حلف الفضول مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكث حلف الفضول كما قال محمد بن إسحق تدعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرى فيه ونسبه عبد الله بن جدعان كان من كبر العرب وكان شريفا في قهمه سينة عيشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قالت له ويفكر عبد الله بن جدعان كان رجل شريف يقري الضيف ويطعم الطعام وينفق على الفقراء والمساكين ما السمات قبل البعثة قالت يا رسول الله سينة عيشة تقول يا رسول الله رأيت عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل هل هذا نافعه هينفعه يوم القيامة قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم دي طيب نرجع لقصة حلف الفضول حلف الفضول اجتمعوا فضار عبد الله بن جدعان بني هاشم وبني المطلب وبني أسد وبني زهرة تعاهدوا وتعاقدوا أن لا يجدوا مظلوما من أهلها وغيرهم من من دخلها من سائر الناس إلا كانوا وكانوا على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته فسمت قريشا ذلك الحلف حلف الفضول كان الظلم شائع في مكة وكان القوي يأكل الضعيف فمرة واحد جاء عامل أحد كبراء مكة من التجار فاشترى منه سلعا ولم يعطيه الثمن فوقف الرجل يصرخ وينادي ويتألم ويتوجع عشان يجد حد ينصره من هذا الرجل الذي أخذ ماله فقريش اجتمعوا لذلك وعملوا حلف الفضول فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك فيه فرسول الله يثني على هذا الحلف لأن فيه خير وفيه عدل حتى لو كانوا هم كفار ولكن أرادوا أن ينصروا المظلوم وأن ينصفوه من ظالمين قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله عنها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه أبوها ما كان شراط فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وقوما من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا عالف يعني ثملوا سكروا يعني في الجهل ايه با اي حاجة في الجهل ايه تتوقحها يقول فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة طيبته يعني جابت خلوق لوطيب طيبت أباها ولبسته حلة وكذلك كانوا يفعلون بالآباء فلما سري عنه قال ما شأني ما هذا قالت زوجتني محمد بن عبد الله قال أزوج يتيمة أبي طالب لا لعمري أنا مش راضي فقالت خديجة أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حتى راضي قعدت تقنعه الحمد الرضي ده دليل على أن سيدة خديجة كانت راغبة في الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام سيدة خديجة كانت شريفة في قومها وكان لها مال وكانت يعني ترغب في الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعت عن أمانته وصدقه وعفافه وبره صلى الله عليه وسلم قال الإمام الزهري لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت جاء في كتب السيار أن سن السيدة خديجة حين الزواج كان ما يقرب من أربعين سنة والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خمسة وعشرين تقريبا يعني فده ذكر في كتب التاريخ والسيار ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على خديجة عاش معها كم سنة تعرفها الحتة دي لو قلنا خمسة وعشرين يبقى خمستاشر لحد لإيه البعثة وثلاثتاشر سنة في مكة يبقى كان تمانية وعشرين هي ماتت سنة عشر يبقى عاش معها خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين لما تزوج عليه يبقى غالب شباب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع امرأة إيه واحدة في مكة حشان اللي تكلمك عن النبي صلى الله عليه وسلم تحط صبعك في عينه خطبالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته عشر سنين أعد مع امرأة واحد عشر سنة قبل البعثة وعشر سنين بعد البعثة يقول ابن عباس خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم ومريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاح امرأة فرعون ضل خير النساء الأرض وأكمل نساء الأرض خديجة طبعا بنتهاي فاطمة رضي الله عنه ومن حديث علي قال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة ومن حديث أبي هريرة قال أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيها إدام وطعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب بيت في الجنة من قصب يعني بيت من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب الصخب اللي هو الصوف المرتفع والنصب اللي هو التعب أن الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها بفضله ومنه وكرمه ليس فيها تعب ليس فيها نصب بزي الدنيا ده حتى الأكل متعب يا رجل في الدنيا أما الجنة ما فيش حاجة تدعك فيش حاجة تزعك لا يبغون عنها حولها شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة وحمل حجارتها بنفسه صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر ابن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا عليه الصلاة والسلام قبل البعثة برضو نحن كل ذلك نتكلم قبل ليه بحثة المرأة جاء نتكلم عن البعثة إن شاء الله الفصل اللي بعد كده الحادي عاشر تحكيم قريش للنبي عليه الصلاة والسلام في رفع الحجر لما أرادوا أن يرفعوا الحجر يعني قريشا اختصموا فيه فقالوا يحكم بينا أول رجل يخرج من هذه السكة قال وكان صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم فقالوا قد جاء الأمين كان معروف النبي صلى الله عليه وسلم شوف دي تمهيد من ربنا سبحانه وتعالى قضاء وقدر منه عز وجل تمهيد لإقامة الحج على العباد النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور بالصدق والعفاف والأمانة وعلى أعلى الدرجات المصداقية في قومه لم يكن يجرؤ أحد أن يكذبه عليه الصلاة والسلام كل ده تمهيد وهنا بناخد درس مهم لكل داعية وكل إنسان يعني يتولى نصيحة الخلق لابد كلك مصداقية تكون صادق تكون أمين لا تقبل الدعوة من إنسان كذاب أو خائن أو مرتشف أو حرام فعش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحج عليهم قال لأن يبلغهم قال لهم إيه تعرف قال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم خلف هذا الوادي في جيش جاي يهجم عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما علمنا عليك كذبا قط وأنت عمرك كذبت كذبتش أبدا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قالوا تبا لك أخذت بلك ستدوش النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة الأول ترى في الرقل الرقل ده كان عظيم الروم وكان رجل من أهل العلم فيهم لما جاءوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا وبعدين دور على واحد من العرب يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقى قبيلة أو مجموعة من العرب فيهم أبو سفيان جاءوا إلى بلاد الشام تجارا فمسكوهم وجابوهم من أقربكم إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان عنه قال له تعالى ضمن الأسئلة سأله سؤال دقيق أوه مهم وخطير قال له عاش فيكم قبل ذلك ما عاش هل جربتم عليه كذبا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عاش كم سنة أربعين سنة أربعين سنة يعني الإنسان لما يبلغ أربعين سنة يعني بلغ زروة الكمان خلاص بقى استوت الرجول والخبرة عاش بينكم ما عاش هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال خلاله أربعين سنة ذلك كذب مرة قال له لا والله ما جربنا عليه كذبا قط كذبش هول مرة فقال والله ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله ما يجيش يقعد أربعين سنة ما يجذبش على واحد من الناس وبعد ما يكتمل الرجولة وتكتمل الخبرة والعقل يجذب على ربنا صعبة ده لأن الكذب خد بالك بيتدرج بيجذب كذبة صغيرة إليها مشت يكبرها شوية يقعد يكبر ما يبدأش أول ما يجذب يجذب كذبة ضخمة لشان كده الناس اللي بيدعوا النبوة دي يعني مثلا اللي اسمه مرزا غلام أحمد قدياني ده قبل ما يدعي النبوة ما ادعاش النبوة على طول كده قال لا ده أنا بيجي لي أخبار وبتاع ده أنا بان على المهدي المنتظر طيب ماشي انت المهدي المنتظر شوية لا معلش قطش واخد بالي ده أنا المسيح طيب ماشي قال لهم لا ده أنا بقى إيه نبي جديد طيب ما ماشت خلاص خلينا إيه ماشي وفي واحد بنى مع الناس بالدعاء النبوة ثم قال لهم إن الرب قد حل فيه أعوذوا بالله قال لهم خلاص نبيت ربنا أعوذوا بالله الشاهد ان الكذب بإيه بيتدرك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مشهور بالصدق حكموه في نقل حجارة مكة فقال اجعلوا الحجارة في مرط ثم ليمسكها القبائل كل قبائل تنسك بطرف وأرفعوا نهام آخر حاجة نأخذوها النهاردة تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة في حديث جابر بن سمرة حديث ضرباه الإمام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن سلام محجزة للنبي صلى الله عليه وسلم الحجر كان بيسلم عليه تعرف العلماء بيقولوا الحكمة من كده إيه قالوا ده من باب التأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث الحجر بيسلم عليه حتى إذا كذبه الناس وتنكروا له استأنس صلى الله عليه وسلم بالجمادات الجماد بيسلم عليه الحصى صبح في يدي وبكى الجذع على فراقه صلى الله عليه وسلم كما يأتي إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك أتنبولي شكرا للمشاهدة